أضف في نهر دجلة الذي يلتف حول مدينة الكوت معتلق أحياءها كورنيش السد في منطقة دور المعلمين المطل على مياه النهر العريق تجاوز سنوات طويلة من النسيان ها هو بدأ يكتسي حلة جديدة مع تحقيق مشروع إعادة تأهيله لنسب إنجاز متقدمة وصول المشروع إلى مراحل متقدمة وصول نسبة الإنجاز الفعلية هي 90% والمخطط لها 87% أيضا وصول نسبة متقدمة بنسبة الإنجاز الحدائق وتلاحظين الآن أعمال التي تجري على جهة ضفاف نهر دجلة من أعمال الحدائق ومساطب الجلوس وحواضة الزراعة كما هذا المشروع يعتبر المشروع الأول الذي يطل بمسافة 1500 متر على ضفاف نهر دجلة بطول 1500 متر أنجز هذا المشروع وفق تصاميم معمارية وعصرية لما يمتلك من أهمية وموقع استراتيجي بالإضافة إلى أنه سيكون واحدا من أهم المشاريع الترفيهية لما يحتويه من حدائق ونافورات وصول مرحلة نهاية المشروع بالتنظيف والترتيب لإكساء الشارع طبعا هذا كان موقع من النفايات من الأشجار من المستنقع المياه حياء هذا المنطقة حياء كذلك المحور من هذه المحافظة نحن كمواطنين نرى أماكن ترتاح المواطنين نرى شوارع كورنيشات أماكن ترفيهية للعوائل خصوصا يعني العوائل المحتاجة هي أماكن المحافظة محتاجة هي أماكن وهي مشاريع منتازة كورنيش سدة الكوت خطوة جاءت لإضفاء لمسة جمالية ومتنفس لأهالي المدينة من محافظة يواسط لبرنامج صباح الخير يا عراق ابتسام الصافي